السؤال الثاني بيقول أريد إقامة مشروع تجاري واقترح علي أحد الأصدقاء التقديم على تمويل بنكي لإقامة المشروع أود معرفة الرأي الشرعي جائز ده جائز لأنه من قبيل التمويل يعني إيه من قبيل التمويل؟ بصوا يا سيدي التمويل ده هو إن في حد يدفع مالا لأحد لماذا؟ ليستطيع أن ينفذ مشروعا أو ليشتري سلعة أو لكي يقوم بخدمة فالتمويل ده معناه إن دفع الفلوس دي ثم بعد أن يفعل هذا يصبح في حالة شراكة مع الشخص ده في هذه الأشياء فيحصل له إيه أن يعود عليه هذا المال بيهامش ربح طيب صحبنا بقى اللي هو هيمول المشروع ده تمويل المشروع ده هيدخل فيه معنى واسع كده اسمه الشراكة ميش الشركة الشراكة إيه؟ إن الناس تشترك مع بعض هو اشترك مع هذا فأصبح مستحقا أن يحصل على ريع من وراء هذا المشروع فييجي واحد يقول لي بس هو لما يعمول المشروع ده إيه اللي حاصل؟ هو مول المشروع فإيه لا يحصل في تمويل المشروع هو موله وسيعود الريع على البنك بنسبة بشيء بنسبة سابتة بعائد سابت قال له لا ده مش عائد سابت ده عائد محدد مسبقا يعني هناك دراسات وقيمت على هذا المشروع وحدت على بناء عليها هذا الريع الخلاصة أنا بدعوك إن أنت تشوف ما قلناه في حلقات سابقة فيما يتعلق بفتوى البنك عشان تزداد وضوحا في هذه المسألة ولكن أنا بقول لحضرتك إن ده من قبيل التمويل وليس من قبيل القرد الذي يجرى نفع ولكن هذا من قبيل التمويل وإذا كان من قبيل التمويل وهو عقد جديد يبقى ده جائز شرعا ليه جائز شرعا؟ عشان هو لا يخالف نصا ليس هناك نص بيقول والتمويل حرام ما فيش الكلام ده الأمر الثاني إنه هو بيحافظ على اتزان السوق أهو الناس بتقدر تجد أموال عشان تستطيع أنها تعمل مشروعات بدل ما هي تتكفف أو تفضل بلا تنمية لا ده ينموا مواردهم الشخصية وينموا كمان المجتمع بمزيد من المشروعات ومزيد من الإنتاج فده بيحافظ على اتزان السوق الحالة الثالثة بيحقق مصلحة لمتعاقدين التمويل ده بيحقق ليك مصلحة إن أنت بتجد المال اللي ممكن تعمل بمشروعك وبيحقق للبنك مصلحة إن في حد بيعمل إيه في حد في مجال يقدر يستثمر فيه الأموال في تعود بالعائد على الموضعين عنده لهذه الأموال إذن ده جائز وليس فيه شبهة إذن يا سادة نرجو أن الناس تفهم هذا المعنى لأن عقد التمويل ده عقد جديد الإصرار على أن عقد أي نوع من أنواع التمويل ده عبارة عن قرد هذا يخالف الواقع لأن البنك أصلاً القرد ده عقد ارتفاق والبنك لا يرتفق يعني البنك مش بيدي الفلوس دي من باب الرأف والرحمة لكن هو بيدي الفلوس دي لأنه بيستثمرها للموضعين عنده ولذلك ما فيش مفهوم القرد هنا ولكن المفهوم هو مفهوم التمويل يا سادة احنا تكلمنا النهاردة على نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جمال حضرة النبي وجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يملى الدنيا ويمتد من تكلم حضرة النبي إلى قيام الساعة فاحنا خدنا رشفة من جميل كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخدنا طائط نور وبركة وفتح ومدد وبركة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما فهمنا أن حديث بنية الإسلام على خمس كانت شهادة أن لا إله إلا الله تفتح لنا البصيرة عشان يحصل لنا السلام النفسي فلازم تكون صاحب بصيرة إذا كنت عايز تبقى عندك سلام نفسي ولازم يبقى عندك سلة بالله سبحانه وتعالى ولازم كمان يكون عندك خدمة بتأديها لنفسك وللمجتمع وأهل أسرتك ولأهل بيتك وكمان لازم يبقى عندك حالة من حالات الخصوصية مع الله اوعى تعيش من غير خصوصية مع الله وسر يكون ربطك دائما بموليك ويا سلام لازم تعرف إن الحياة جهاد للنفس مش معركة مع النفس ولكن أخذ بإيد النفس عشان تترقى فتنتقل من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة إلى النفس الملهمة ومنها إلى النفس الراضية ثم المرضية ثم المطمئنة ثم النفس الكاملة يا رب كمل أنفسنا وجعلنا دايما من أهل السلام النفسي ومن أهل البصيرة وجعلنا يا رب من أهل نورك لكي نرى الجمال في كل شيء ونكون من أهل الراحة البال والطمئنينة والسكينة اللهم اسكننا في أنسك بجميل فضلك وجميل نظرك يا كريم يا ودود يا رب العالمين